أسعد الله وقاتكم أخواني متابعين صفحة كاكتس جوردان على اليوتيوب وعلى الفيسبوك أخواني من خلال متابعة بعض بذور الصباريات أو تركها على النبات تم ملاحظة سبحان الله بعض الملاحظات التي يجب أن يتم مشاركتها طبعا معكم وذلك للفائدة للجميع طبعا بعض الصباريات بعد أن يتم تلقيحها عن طريق الزهور تقوم بإنتاج البذور طيب في بعض الأحيان لا يتم قطف هذه البذور كما نشاهد طبعا أمامنا لم يتم قطف هذه البذور وهي بذور أمام العرية حيث تم ملاحظة ماذا يحدث لها طبعا بعض البذور تقوم بالتشكل من جديد سبحان الله كما نشاهد أمامنا تقوم سبحان الله بالتوسع حيث تصبح مثل النبتة الأم تقوم بخروج أخصان جديدة به كيس البذور وإخراج نموات جديدة حيث ترك البذور على بعض أنواع الصباريات يقوم هذا الكيس البذور بخروج نبات جديد منه سبحان الله خاصة إذا كانت المنطقة الموضوعة به رطبة بعض الشيء طبعا قمت بتصوير هذا الفيديو لإتاحة المعلومة للجميع إن شاء الله فيما سيحدث إذا تركنا بعض البذور على بعض أنواع الصباريات طبعا ولكن البعض الآخر يقوم بتنشيف نفسه حيث تسقط على الأرض ولكن هذا النوع سبحان الله يبقى على النبتة الأم ويقوم بإخراج الأقصان الجديدة والخلفات الجديدة ليعود كأصل مع النبتة الأم دمتم بخير أخواني متابعين صفحة كاكتس جوردان على يوتيوب وعلى الفيسبوك